بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله حاول خلال هذه الحصة إكمال المحاضرة الأخيرة في الشابتة 1 اللي قلنا عنوانه Fundamentals of Thermodynamics أو أساسيات الديناميك الحرارية بداية نبدأ في الإجابة عن السؤال المطروح في الحصة الماضية هل إما البسكال من الوحدات الأساسية نعم أو لا؟ الإجابة أن البسكال من الوحدات المشتقة بما أن الوحدات الأساسية هم سبع وحدات تم عرضها في المحاضرة الأولى من هذا الدرس في هذه المحاضرة سوف نتناول فقط تعريف درزة الحرارة أو ما يعبر عنه باللغة الإنجليزية Temperature لو تم طرح السؤال عليكم بداية ما هي تعريف درزة الحرارة؟ هنا تعريف درزة الحرارة يمكن أغلبكم راح يجاوبوني إجابة درزة الحرارة يمكن تعبر عن السخونة أو البرودة درزة الحرارة يمكن أنك تعرفها لدى الإنسان ما يعادل 37 درجة مئوية درزة الحرارة لو زادت عند الإنسان 37 يمكن الإنسان يكون مريض درزة الحرارة في ماء السيارة أو الماء حقية السيارة 90 درجة أو 80 درجة أو ما يعادل كذا حسب السيارة فهنا نقدر نقول درزة حرارة الجريد 0 درجة مئوية وهكذا لكن ما هي درزة الحرارة بالنسبة للعلماء؟ تقريبا إزابة التي ترحناها الحين أن درزة الحرارة هي Physical Property أو خاصية فيزيائية تعبر عن الحرارة والبرودة ولكن بالنسبة للناس المختصة في هذا المجال يقع تعريف الدرزة الحرارة على أنها تقيس Molecular Activity أو حركية الجزيئات أو الضرات لكل مادة فاللي عنده عنده حركة الضرات أو الجزيئات تكون أعلى يكون درزة حرارته هي الأعلى فإذا تحركوا الضرات أو الجزيئات في الجسم يعبر تعبير مباشر عن درزة الحرارة فكلما زادت الحركة زادت درزة الحرارة وكلما نقصت الحركة نقصت درزة الحرارة فإذا لو أخذنا مثلا الجليد الذي درست حرارته 0 تقريبا فقارناه بموية درزة حرارتها 40 درزة مئوية أو 50 درزة مئوية فطبيعي لو شفنا الجزيئات هنا والجزيئات هنا لاجي أن الجزيئات في الماء حق 50 درزة مئوية أكثر حركة من الجزيئات في الماء المتجمد مجموعة الوحدات أو ما يقاص به درزة الحرارة لما تحدثنا من قبل قلنا أنه درست حرارة الإنسان 37 درزة مئوية يعني أو ما يعرف عنه أو ما يقال عنه بأنه Celsius Scale أو Centigrade Scale فنقدر نقول 37 Centigrade أو 37 Celsius طيب هذه الوحدة الأساسية وما يرمز عنها بحرف S ولكن هناك وحدة أساسية زي ما شفنا في المحاضرة الأولى لهذا الشابتر وهي Kelvin وما يعبر عنه بحرف K هذه الوحدة الأساسية تقاس هنا مقارنة بدرجة الحرارة المئوية 273 Kelvin يساوي 0 درجة مئوية طيب هنا يمكن طرح السؤال ليش تم اكتشاف أو اختراع أو استعمال الكلفن فقدت الكلفن ما يعبر عنه 0 Kelvin يعبر عنه أو يقال عنه Absolute Temperature Absolute Temperature يعني عند 0 Kelvin تقريبا جميع الجزيئات في هذا العالم لا تتحرك جميع الجزيئات في هذا العالم لجميع المواد لا تتحرك فلهذا تسمى Absolute Temperature هي 0 Kelvin أيضا هناك في الوحدات الأمريكية يمكن استعمال الفهرنهايت وما يعبر عنه بحرف F بالطبع هنا في علاقة بين الفهرنهايت والدقري أو سنتجريت اللي هي موجودة أمامنا أو علاقة بين سنتجريت والفهرنهايت أي معادلة العكسية بين دقري سنتجريت والفهرنهايت فإذا هنا نقدر نقول أنه في عندي المعادلة هذه المعادلة هذه الثانية والمعادلة هذه الثالثة نمر بعدين للوحدة أخرى وهذه الوحدة يعبر عنه بوحدة Rankin وتعبر أو تكتب حرف R هذه الوحدة لها علاقة مباشرة بالفهرنهايت اللي هي Rankin تساوي فهرنهايت مع 460 أو نقدر نقول أنه فهرنهايت تساوي Rankin ناقص 460 هنا نكون أكملت هذه الحصة وأيضا أود طرح السؤال ما هو تعريف Absolute Temperature وما هي الوحدة الأساسية لدرجة الحرارة